فشلت الجولة الحالية من مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا في توصل الاتفاق حول دور خبراء الاتحاد الأفريقي في المفاوضات حيث اتفق وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث على انهاء الجولة الحالية وإعادة الملف للاتحاد الأفريقي بدوره قال وزير الرئيس السوداني ياسر عباس إن بلاده لا يمكن أن تتفاوض بلا نهاية وأنه لا بد أن تضمن سلامة منشآتها المائية اشتركوا في القناة